وإلى إقليم مايوكي بي شرق حيث أطلق اليوم حاكم الإقليم رمضان إردبو حملة مكافحة مرض العمى المنظمة من قبل مؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي تقرير آدم حسن المكاوي مدينة بونغور حاضرة إقليم مايوكي بي شرق هي المنشدة هذه المرة من قبل مؤسسة القلب الكبير لتكون المحطة الخامسة في تعداد القوافل الطبية التي تأتي لتساعد المصدعفين وتقدم لهم خدمات صحية بشكل خاص حفل الانطلاقة الرسمية للقافلة الطبية لمكافحة أمراض العمى بمدينة بونغور لم يكن مختلفا كثيرا عن سابقه حيث أن كلمات الترحيب والشكر والعرفان للقلب الكبير والمساهمين في هذه القافلة كانت عنوانا لتقدير هذه البادرة رئيسة بعثة قافلة القلب الكبير إلى مدينة بونغور سعدي عثمان دابا أشارت في حديثها بأن مؤسسة القلب الكبير تهدف إلى دعم ومساعدة الفئات المصدعفة في العديد من المجالات التي يعد الجانب الصحي جزءا منها مضيفة إلى أن هذه البعثة جاءت بتوجيه ودعم من سيدة البلاد الأولى هندديبي إتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير لأجل سكان قليم مايوكي بشرق وأن البعثة مكونة من 25 طبيب عيون من جهتها الأمينة العامة لمؤسسة القلب الكبير ديلا لوسين قالت بأن القافلة الطبية لمكافحة أمراض العمى لن تقف بإقليم مايوكي بشرق فقط وإنما ستستمر القوافل حتى تشمل أقاليم البلاد الثلاث والعشرين حاكم وقليم مايوكي بشرق رمضان إردبو في كلمته الافتتاحية لفعاليات القافلة الطبية أفاد بأنه منذ انطلاق نشاطات مؤسسة القلب الكبير في الحاج عشر من القصدص العام 2017 برئاسة سيدة البلاد الأولى هندديبي إتنو قامت هذه المؤسسة بالكثير من العمل الخيرية والحسنة لصالح الشرائح الضعيفة في المجتمع ودعمهم ماديا ومعنويا مشيرا إلى أنه ورغم الإمكانيات المحدودة فإن مؤسسة القلب الكبير تقدم هذه الأنشطة للمرضى هذا وستستمر نشاطات القافلة الطبية لمكافحة أمراض العمى بمدينة بونغور حتى الحادي والثلاثون من الشهر الجاري وبتقرير الزميل آدم حسن المكاوي ننهي وإياكم النشر شكرا لكرم المتابعة دمتم في أمان الله